خبر صار جدا من الرئيس السيسي للمصريين بننشر لحضركم التفاصيل على هذا الخبر وعاجل الهدف من تعيين ضابط من الجيش في كل قرية بأمر من الرئيس السيسي ومفاجأة كبرى عن السفينة الجامحة والتعويضات لمصر ننشر لحضركم التفاصيل والبقاء لله تحت أنقاض العقار المنهار في الإسكندرية بننشر لحضركم التفاصيل في البداية صلى على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحية مصر وانتو وطنيين وقدها نبدأ فيه أول خبر معنا وهذا موضوع يعني أنا حبيب أتكلم فيه وخبر صار من الرئيس السيسي للمصريين يعني إحنا عارفين ولو مش عارفين أحب أعرف حضراتكم إن مصر فيها ربعمية وخمسين دار أيتام بيتم فيهم رعاية حوالي عشرة آلاف يتيم وكانت أكتر وأكبر مشكلة بتقابل الطفل اليتيم وإنه لما بيتم 18 سنة بيخرج إجباري من الدار اللي هو عاش طول حياته فيها على الرغم من إنه بيكون لا يملك أي سكن الشيء الجميل بقى إن فيه توجيه من الرئيس السيسي وكمان تم إختار بنك ناصر الاجتماعي اللي هيكون مسؤولة عن الشق المالي الموضوع وقريب إن شاء الله هيتم بدء التحرك في تنفيذ التوجيه على أرض الواقع الحقيقة أنا مش مستغرب من التوجيه ده بعد قرار تحمل الدولة تكلفة علاج مرضى الضمور العضلي وعموما ما فيش حاجة هتبقى غريبة على دولة صرافة 40 مليار جنيه لانتشال 240 ألف أسرة من المناطق العشوائية الخطرة ونقلهم لمساكن حضرية بالمجان وده شيء جميل وقمة حقوق الإنسان الحقيقية طبعا أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام جدا واللي يعني بصراحة بسطني جدا إن الدولة بتهتم بالأيتام بتهتم بالأطفال مرضى الضمور العقلي وبتهتم بالعشوائيات والناس اللي بتسكن في مساكن يعني غير مؤهلة يعني ده شيء جميل وأتمنى إن أنا أشوف الأفضل دايما بإذن الله لبلدي وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو ويلا ندخل على تفاصيل الأخبار ننتقل مع بعض الخبر آخر في منتهى الأهمية وعاجل الهدف من تعيين ضابط من الجيش في كل قرية بأمر من الرئيس السيسي في مصادر كشفت عن سر طلب الرئيس السيسي تعيين ضابط من الجيش في كل قرية المصادر أشارت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف لمراقبة الأعمال في القرى عبر الضابط لوضع الأمور في انضباط منتظم والحصول على تقارير مستمرة حول تطورات في القرى وهدم هدر الأموال بمعنى إيه هدم هدر الأموال؟ يعني محاربة الفساد يعني بالخطوة للرئيس السيسي هيعملها النوعية ضابط في كل قرية هيحارب هدم هدر الأموال وهيحارب الفساد لأن يعني ده اللي أنا شايفه من وجهة نظري برضو إن الجيش أكتر شيء منظم ومنضبط في مصر دي وجهة نظري يعني أتمنى بعد كده إن الحكومة كلها تمشي بطريقة الجيش لأن الجيش عنده الضباط عالي جدا وما عندوش قصة هدر الأموال أو الفساد والمصادر أوضحت إن الرئيس السيسي يرغب في عدم إهدار الأموال على الأرض بعد صرفها على القرى حيث تم إدخال الصرف الصحي والغاز ومياه الشرب والاتصالات والخدمات الكاملة داخل القرى وهناك رغبة في عدم تظاهر الأمور الرئيس عبد الفتاح السيسي كان طالب قوات المسلحة خلال مؤتمر بتعيين زابط من كل قرية لمتابعة التطورات والإنجازات ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي قال بقول للجيش هل ممكن يبقى فيه لكل قرية زابط مسؤول عنها ونشوف هيعمله إيه ونصور وهنوري للدنيا كلها إيه وعا تزعل يا دكتور مصطفى ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة لإن المصلحة واحدة المصدر معنا كان من RT عرفنا دلوقت الهدف من تعيين زابط من الجيش في كل قرية بأمر الرئيس السيسي ده الهدف وهو محاربة الفساد أو يعني أن الموضوع يكون منضبط بشكل يعني صارم جدا ده شيء جميل جدا لإنجاز هذا المشروع العظيم في مصر ولتطوير القرى والريف المصري ننتقل خبر آخر معنا ومفاجأة كبرى عن السفينة الجانحة والتعويضات ننشر لك التفاصيل الآن الفريق مهاب ميش مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات محور قناة السويس قال إن قضية تعويضات السفينة الجانحة تتحل خلال أيام قليلة وقال إن قناة السويس تتيح حرية الملاحة للجميع إلا في حالات معينة كأن تحمل سفينة على متنها مخدرات أو سفينة في حالة حرب معلنة ضد مصر أوضح إن السفينة Ever Given ستنطلق إلى محطة وصولها الأخيرة خلال الأسبوع الحالي مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث في تفاصيل قضية التعويضات لأنها ما زالت مطروحة أمام القضاء المصر مصدر معنا كان من RT إذن السفينة Ever Given يعني القضية بتاعتها تتحل خلال أيام وإحنا كنا ذكرنا من قبل قيمة التعويض اللي مصر ستحصل عليه من السفينة وهي تقريبا في حدود الخمسمائة مليون دولار وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام ومن وجهة نظري البسيطة ومن هذه القضية أنا شايف إن مصر ما بتسيبش حقها في حاجة تعتبر بسيطة لقضية سد النهضة فما بالك بقضية المياه مصر مش هتتنازل إن شاء الله ونواصق في قيادة سياسية نقوم بحل هذا الملف وبرضو خليكم مؤسقين إن شاء الله ملف سد النهضة هينتهي ننتقل خبر آخر معنا وهي البقاء لله تحت أنقاض العقار المنهار في الإسكندرية وتمكنت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية من انتشال جثتي سيدتين من تحت أنقاض عقار الدخيلة المنهار ليرتفع عدد الضحايا لخمسة أشخاص والمصابين لأربع فيما تتواصل أعمال البحث اليدوي عن مفقودين ضحايا أو ناجين باستخدام الأجهزة الدقيقة لاستشعار أماكن الضحايا ونبض الأحياء إن وجدوا بين أنقاض العقار نظرا لصعوبة دخول معدات ثقيلة بسبب ضيق الشارع وذلك منذ عصر الأربعاء الماضي والمدة 48 ساعة متواصلة وكانت فرق الإنقاذ تمكنت من استخراك سيدة على قيد الحياة بعد 18 ساعة من وقوع الإنهيار وشخص بعد قضائه 6 ساعات بين الأنقاض وطفل عشرة أعوام وفتى 17 عاما مصابين بكدمات وكسور وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهم فيما انتشلت فرق الإنقاذ تلك جسس لشاف العقد الثاني من العمر كان في زيارة لأحد أقاربه وشخص يدعى عمر صابر رجب وسيدة 60 سنة الأجهزة التنفيذية قررت إخلاء أربع عقارات مجاورة من السكان دون المنقولات وتوفير مكان لإيوائهم كإجراء احترازي حرصا على سلامتهم اتقل فريق من نيابة الدخيلة لموقع العقار المكاوم من دور أرضي وثلاث طوابق علوية بكل طابق شقتين ومساحة 100 متر مربع كائم في 7 شارع البرسين منطقة الدخيلة الجبل النيابة طلبت التحفز على ملف العقار من الإدارة الهندسية بالحي ونقله إليها خوفا من التلاعب فيه وسرعة موافاتها بتحريات المباحث ومدها بالتقارير الطبية الخاصة بالمصابين والضحايا والسؤال قاطيني العقار عن سبب انهياره المصدر معانا كان من الشروق وارتي ربنا يا رب يرحم الضحايا ويشفي المصابين بإذن الله ويصبر أهليهم ويعينهم إن شاء الله وندعو الله إنه يرفع عنهم البلاء ويجينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة اللي حبيت أجمع الأخبار المهمة في الوقت الحال لحضراتكم إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ونشرة أخبار جديدة كان معكم إسلام الأمير إن شاء الله أشوفكم تاني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته